بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنالا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرو بوالديه ولم يكن جبار عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يبود ويوم يبعث حيا واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثلنها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك علاما زكيا قالت أنا يكونني غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكبغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل مخاض إلى جدع النخلا قالت يا ليتني من قبل قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سذيا وهزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جديا فكلي واشربي وقضي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نغرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فذيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنتم أوصاني بالصلاة والزكاة مادم تحيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأغفر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وانذرهم يوم الحسرة إذ قبي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرس الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وانكروا في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إن قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يودي عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان من رحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وديا قال أراوب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني منيا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وعنتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شكيا فلنبع تزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكله جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وانكروا في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب طور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه آرون نبيا وانكروا في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وانكروا في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عديا أولئك الذين أدعم الله عليهم من النبيين من ذضية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذضية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وركيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلطون غيا إلا من تام وآمن وعمل صالحا فهنائك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مكتيا لا يسمعون فيها لهوا إلا سلاما ولهم نزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمن ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبد لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْدِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِذِيًّا ثُمَّ لَنَوْزِعَنَّ مِنْ كُولِ شِيَعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَغْلَى بِهَا سِرِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَالِدُّهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَدِّي الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُوا الظَّالِمِينَ فِي هَا جِذِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُونِ الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَذِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَنْثَاثًا وَذِئًّا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضُلَالَةِ فَلِينْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهددوا هدى والباقيات الصالحات خير عيد ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تينما هو ولدا أرطلع الضيب أم انتخذ عيد الرحمن وهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونعصه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا لا يمنكون الشفاعة إلا من اتخذ عيد الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكان السماوات يتفطرن منه وتأشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا فإنما يسرناه من لسانك لتبشر به المتقين وتنظر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم نكزا بسم الله الرحمن الرحيم قاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الترى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واكم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتعدى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ونمي وليقيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فلقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وارم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من ويرسوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طرى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمي واحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مدنا عليك مرة أخرى إذ أرحينا إلى أمي كما يوحى أبي قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقي اليم بالزاح ليأخذ وعدو لي وعدو له ولقيت عليك محبة مني ولتسنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أللكم على من يكفره فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست ثنين في أهل مديا ثم جئت على قدمي يا موسى واصطدعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طوى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطوى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عيد ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أسواجا من نبات شتى كلوا وارعوا عن عامكم إن في ذلك لآيات لأولندها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أغيناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس دحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذابا وقد خاب من افتروا فتنازعوا أمرهم بينهم وأثموا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعنا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فأركي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم الصحر فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنتقام إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قدع من الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأسبعهم فرعون بجنوده فوشيهم من اليم ما وشيهم وضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم فلا تطووا فيه فيحل عليكم ومن يحلل عليه ومبي فقد هوا وإني لغفار لمن تام وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما عجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعدلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم ورب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوسارا من زينة القوم فقطفناها فكذلك ألقى السامري ترجمة نانسي قنقر